اشتركوا في القناة ان يكون موجود حتى يكون موجود هذا الكون وما ان الكون موجود اذا خلقه موجود طيب لو هنتكلم الحلقة دي عن اثبات الكمال لاله تذكر ان احنا لما تكلمنا المرة الفاتت تكلمنا ان اثبات بعض الصفات اثبتناها بمجرد العقل زي الاجاد الاحكام الاحياء والتكاثر والتنوع ده بالنسبة للادلة كل حاجة من دول هنستنتج منها بعض الصفات التي تختص بالخالق سبحانه وتعالى اثبتنا ان له وجود ومن الايجاد اثبتنا ان له القدرة على الايجاد من الاحكام اثبتنا ان له حكمة وان له ملك وان له حكم في كونه من الاحياء اثبتنا ان هو نفسه عنده الحياة عنده صفة الحياة وعنده قدرة على اعطاء هذه الحياة كما ان عنده القدرة على اعطاء موهبة التكاثر طيب إذا كنا أثبتنا هذه الصفات للإله أو للخالق إيه درجة تتصافه بهذه الصفات خد بالك معي أن أي صفة إما تكون أن هي صفة كمال أو صفة نقص بما أن الخالق له صفات يجب أن تكون هذه الصفات صفات كمال ليه؟ لأنه هو اللي أعطى صفات الكمال هذه للمخلوقات فالأولى أن تكون صفات الكمال فيه طيب هل كمال الصفات الإلهية كمال نسبي ولا كمال مطلق؟ يعني إيه كمال نسبي وكمال مطلق؟ النسبي إنك تقول لهم فلان ده أقوى لكنه مش هو الأقوى بمعنى أنا كبير كبير بالنسبة للأصغر مني لكن في نفس الوقت بالنسبة للأكبر مني أنا صغير هو ده الكمال النسبي بالنسبة للأقل أنا أكبر بالنسبة للأكبر أنا أقل طيب هل الإله بقى يتصف بكمال نسبي ولا كمال مطلق هنقول لا كمال المطلق طيب جبتها منين أولا بما أننا أدركنا الكمال المطلق يبقى لازم يكون موجود طيب لو كان موجود الكمال المطلق مين الأحق بي أكيد اللي أوجد الكمال فهو الأحق أن يتصف بصفتك الكمال المطلق ولو ما كانش الإله يتصف الكمال المطلق ما كانش هيبقى في حاجة اسمها كمال مطلق وما كناش أدركنا بعقلنا وجود الكمال المطلق ولا اعتبرنا أن الكمالات نسبية طيب بما أننا تكلمنا عن وجوب إثبات الكمال المطلق للإله إيه أهم صفة نتكلم فيها بالخصوص الكمال المطلق بالنسبة للإله يا صفة الوحدانية ليه لازم يكون الإله واحد هقول لك الإله مدام موجود يبقى هو الملك هو صاحب الملك لو كان فيه أكتر من إله هل هيكون كل إله فيهم له كمال الملك أكيد طبعا لا مدام الإله تعدد يبقى الملك انقسم فلابد ما دمنا أثبتنا كمال الملك يبقى لابد أن يكون المالك واحد ده بالإضافة أن التعدد لا يكون إلا للتكامل والتكامل لا يكون إلا الاحتياج يعني إيه تعالوا نبص على البشر البشر هتلاقيهم أفراد متعددين علشان كل واحد في نفسه ما يقدرش يقوم حياته لازم كل واحد يحتاج للآخرين فعلشان كده لازم يكون فيه آخرين يسدوا احتياجه وهو ده سبب التعدد في الجنس البشري أو في كل الأجناس المتعددة طيب بما أن التعدد في الأفراد لا يكون إلا لتكامل الجنس ده وبما أن الإله كامل في نفسه يبقى لا يحتاج لتعدد لأنه لا يحتاج للتكامل بكده أثبتنا وحدنية الإله ما تنساش عشان تتبعنا تعمل لايك للفيديو تعمل سبسكرايب للقناة واتبعنا على صفحة قناة البينة وصفحة على بصيرة وكل ده ليه؟ عشان تبقى معنا تعمل بالترجمة